وقع يوم حافل بالعمليات والقصف الإسرائيلي الذي استهدف حتى الآن حوالى 30 بلدة جنوبية على الحدود مع فلسطين المحتلة وصولا إلى استهداف ثلاثة مراكز للجيش اللبناني في رميش وفي عين إبل وفي بلدة عفوا إذن في ثلاثة بلدات وفي النقورة ثلاث مراكز للجيش اللبناني تعرضت لقصف إسرائيلي وهناك إصابات لدى عناصر الجيش اللبناني إنما وصفت هذه الإصابات بحسب مصدر أمي اتصلت به بأنها إصابات طفيفة في أي حال إذن القصف الإسرائيلي بدأ عنيفا منذ ساعات الصباح وكان هناك تفسير للتحليق الكثيف أيضا للطيران الحربي الإسرائيلي الذي تزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع بأن هناك سعيا لدى قوات الاحتلال للحقول دون تنفيذ حزب الله عمليات ضد المواقع الإسرائيلية لأن تحليق الطيران تزامن مع قصف على الأحراج والوديان والتلال المقابلة للمواقع الإسرائيلية إلا أن ذلك لم يمنع تجدد عمليات حزب الله ابتداء من بعد الظهر حيث كان استهداف لحوالى ثمانية مواقع إسرائيلية على الحدود مع فلسطين المحتلة العملية الأبرز كانت ضد موقع الراهب لأنها نفذت بي صواريخ بركان وأيضا موقع الراهب في القطاع الأوسط وأيضا نفذت عملية ضد موقع رويسات العالم على نحو مزدوج بفارق نصب ساعة تم استهداف الموقع نفسه بصواريخ وصفت بأن هذا الاستهداف أدى إلى إصابات دقيقة في داخل هذا الموقع كذلك هذا المساء لم يهدأ الوضع الميداني بل تم رصد إطلاق صواريخ باتجاه منطقة الجليل الغربي من القطاع الغربي في لبنان لم يتم تبني عملية إطلاق الصواريخ حتى الآن ولكن كما فهمنا أن هذه الصواريخ التي تم استخدامها هي صواريخ ثقيلة في أي حال إلى جانب هذا الوضع الميداني الذي يبدو متفجرا على الحدود ويزداد التوتر يوما بعد يوم ثمت مساعد ديبلوماسية اليوم كان لقاء لرئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع مبعوث فرنسي في السراي الحكومي وتم البحث فيما يمكن بذله من جهود لإعادة الاستقرار إلى هذه المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة وسط تأكيد من قبل الأوساط المطلعة على موقف حزب الله بأن كل المساعي التي يتم بذلها لإعادة الهدوء والاستقرار إلى هذه المناطق الحدودية كل هذه المساعي مفترض أن تكون مرتبطة بما يحصل في غزة فإذا ما استمرت الأعمال العسكرية والحرب على حدتها وعنفها في غزة فلا يمكن وضع حد للمواجهات الحدودية هنا في جنوب لبنان لأنها أصلا انطلقت تضامنا وإسنادا لجبهة غزة وأي كلام عن إعادة تفعيل القرار 17-01 سوف يبقى من دون تطبيق إذا لم تتوقف الحرب الدائرة في غزة كما عملية كلودي أقر حزب الله بقيامه بها اليوم؟ أقر بأصدر ثمانية بيانات وفي هذه البيانات هناك كما ذكرت عملية مزدوجة ضد موقع رويسات العلم إذن هو نفذ ثماني عمليات ولكن ضد سبعة مواقع إسرائيلية على الحدود لأن استهداف رويسات العلم أتى على دفعتين ولكن نترقب أيضا المزيد من البيانات في هذه الليلة لأن العمليات كانت متتالية ومتسارعة وكنا نعرف بهذه العمليات بعيدة حصولها إلا أن تأكيد حزب الله وتبنيه هذه العمليات وأصدار بيانات رسمية كان يتأخر قليلا بعد ظهري هذا اليوم لذن نترقب المزيد من تبني هذه العمليات من قبل حزب الله أيضا دعني أشير إلى نقطة في الواقع الميداني هذا النهار أن القوات الإسرائيلية استهدفت فيما استهدفته داخل بلدة العديسة داخل السوق الرئيسي في بلدة العديسة وأدى هذا الأمر إلى أضرار مادية كبيرة في داخل السوق وأيضا مدخل بلدة رشية الفخار وهذا اعتبر من قبل المصادر الميدانية المراقبة خرقا لما بات يسمى بقواعد الاشتباك المحدثة منذ طفان الأقصى لأنه عادة لا يتم استهداف البلدات أو بين المنازل هذا الأمر تكرر اليوم إذن في العديسة رشية الفخار ولعله أيضا تكرر في بلدة هذا الأمر سوف نتأكد منه إذا بالفعل حصل هذا الخرق أيضا داخل بلدة بين المنازل لذلك التفسير بأن حزب الله شن كل هذه العمليات بعد الظهر أيضا ردا على استهداف هذه المناطق الداخلية حتى ولو كانت في الشريط الحدودي ولكن لإعادة التأكيد على أن قواعد الاشتباك المحدثة لا تتضمن ولا تسمح بأن يتم استهداف هذه المناطق الداخلية قواعد الاشتباك تشير إلى أن يكون الاستهداف لأطراف البلدات وليس لمناطق داخل البلدات قلو دي